اكد سمو المقدم ركن الشيخ العيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على ما يربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية وثيقة ومتينة امتدت جذورها عبر التاريخ وتقدمت على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة واخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله ورعاهما وأشر سموه فيها على هذا الصعيد إلى الحرص الدائم الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله على تعزيز التعاون والتنسيق ثنائي بين البلدين الشقيقين ودعم تقدمه وصولا إلى تكامل المنشود في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى قيادة الأسطول الشرقي بالقوات البحرية الملكية السعودية حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في محافظة الجبيل اللواء الركن بحري ساجر بن رفيد الإعنزي قائد الأسطول الشرقي وعدد من كبار ضباط الأسطول حيث قدم لسموه إجازا عن مهام وواجبات الأسطول وخطط سير العمل فيه مستعرضا لقدرات ومستوى جهزية الأسطول كما قام سموه بجولة في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية اطلع خلالها على مختلف أنواع السفن الحربية كما التقى بعدد من قادة السفن وطواقمها وأكد سمو المقدم الركن بحرية شيخ إيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على الدور الهام للقوات البحرية الملكية السعودية إلى جانب القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بما يرفض مسارات التنمية في المنطقة مشيرا إلى ما تتمتع به القوات البحرية الملكية السعودية من جهزية وكفاءات وخبرات عالية تمكنها من أداء واجبها بفعلية واقتدار لا في تنسموه إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات وخاصة المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة معربا عن شكره وتقديره لقائد الأسطول الشرقي ومنتسبه على حفاوة الاستقبال متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد